مجموعة من الأحزاب التونسية لبلادنا على الأقل نفس هذه الأحزاب مازالت اليوم متمسكة بالحكم مازالت متمسكة بالكرسي تعتبر رئيس الجمهورية ديكتاتوري تعتبر رئيس الجمهورية قام بانقلاب شنو أرأيك؟ والله هذا كل تزييف حقائق وهذا كل معناها النهضة والأحزاب معاها طبعاً ما يشيو حدها معاها الأحزاب اللي كانت معناها تونس يعتبرها بـ لهم كنت نحت لهم بدأوا يندبوا بدأوا يزيفوا في الحقائق بدأوا يراوا روحهم اللي شرعية عندهم هما ويراوا اللي معناها قيس سعيد هو التقلب على الشرعية وهذا الكل كذب وهذا الكل تزييف حقائق وهذه الكل مبرارات سخيفة وهذه الكل معناها كلام معناها غير قانوني وغير شرعي تونس هي بناها قيس سعيد التجال القانون وكل شي عملوا بالقانون وكل شي عملوا بالشرعية وهم عملوا قانون جب على قياسهم على حسب أهدافهم ورغباتهم هم مجردين مجردين من الوطني وما عندهم حتى حس وطني وما عندهم حتى حس ديني ناس منافقين ناس منافقين يستعملوا والله لوبان انساطت هم ماصطين من قبل ومبتذلين من قبل ومنافقين ومخربين وملاعين وزيد جاعدين معناها وعلى أسف معناها جاعدين يشتحوا يحبوا من عرش علاش معناها وقت يظهروا لهم يعملوا الدروش امتاعهم من عرش والله من عرش نهايتها شنو كي نحكيوا على الانتخابات توا حسب مقام بيها قيس عيد سيد الرئيس قيس عيد اكتشفنا الانتخابات ونعرفوها نحن اما زال وضح لنا اكثر الانتخابات كلها مزورة والكلها تعدات بالشوكوطام والكواليس كالتمويل الاجنبي والشيكات وكذا معناها تأكدنا تأكيد متى مية بالمية من مصادر موثوق منها من الكونغرس الامريكي من عرش منين اللي جماعة كانوا تلقاوا تمويل اجنبي من برشة هذا اللي كشفناه وبالتالي معناها وجودهم والقول عنهم انهم اغلبية في البرلمان والاقلية هذا ان برنسيب ممشي كونوا موجودين جملة فهمت وديرون العشرة سنين اش عملوا هم ما عملوا حد شيء بالعكس رجعونا بالتولي نحن نشكروا هما كارهم هما كارهم يشكروا يشكروا رئيس الدولة هما اصلا كارهم يشكروا رئيس الدولة على اساس انه هو منحهم من حمام دم دياخي قبل نهار 24 جويلي اهتوانسا ممشوش خرجوهم من ديارهم خرجوهم من مكاتب متاحهم في توزر ولا في منع شوين خرجوه منحولوا دبشو حتى ملابس داخلية تفرجو فيها في الفيديو معناه ان برانسيب الرئيس منحهم من مشكلة كبيرة كانت مش تصير لهم طيب هما عندهم محدش من سناء رينيش منهم حتى شي والشعب هذية ما يحبهمش فهمتوا ولا ليه ما لا يبعدوا علينا خلي البلاد تتريق لي شوي على الأقل تي ما عادش ما عادش فيها ما عادش فيها البلاد هذي ما عادش فيها حكشوف انت فهمتوا اللي يحرقوا ليتالي صغار 16 سناء و 17 سناء منيه كل قاو حاجة به اللي هنا في البلاد يمشوا و يحرقوا يعملوش فعملوش شي هذي ما لكن حديش السناء بالكلام ما كعهو هم يقولوا على الشرعية وقولوا نحن والشعب كلها بطن مش والشعب كلها معهم هم روم فيها من المجتمع ما عندهم حتى غاية فبدا بعد يقولوا أو الشعب كان ومش عاب ضد نحنا مش هنا نحنا ضد يزم البلاد تصير على نصابها وتمشي في نطاق صحيح وتمشي في منهجية صحيحة ما نمشوش نحنا كل مرة ههو هز هكة وهز هكة وطيارات يعملو فيها حاجات اللي ما اللي ما تلقش ولي ما نحنا نحبه البلاد تصير وتتتت ينتعش الاقتصاد والأمور الاجتماعية والشعب ينتعش والبلاد تزدهر وتمشي اللي نصائل في طريقة سوي السياسيين اللي شادين طوما همش محنكين وعمرهم ما كانوا سياسيين ولا فيهم حبة حبة مزروعة فيهم أنه تركيبتهم تكون سياسية إذا ما يناس يجيوا أما بالصدفة إما بالجاه إما بيقوت المال باش يشد سياسي كي كي يحمي يروحه وجميع السياسيين اللي ولات عنا أحنا طو في تونس ولات عنا ثقافة أنك عندك فلوس تمشي سياسي باش تحمي مصالحك وهذا ما خلى السياسة حشيك حشيك تتشلك ولا أنه السياسي ولا منبوذ منبوذ في ذهن التوانسة منبوذ برشا لأنه سياسي ولا إيبوكريت ولا أناني ولا جشع حب الكسب حب المال بالطرق الكل وحتى يبيع همت ويبيع ذمت ويبيع كل شيء لأجل أنه يكون سياسي واللي خلانا منجحنا إحنا في السياسة بتاعنا ونقول لك إحنا رانا أتعس أتعس دولة في العالم في المصاري السياسي وأهملنا أهملنا اللي به الفائدة أن بلادنا أهملنا القاعدة الاجتماعية اللي إحنا انتخبناها باش يكونوا هم نواب ويدافوا على الطبقة الاجتماعية واللي البلاد ما تتبنائها كان على طبقة اجتماعية خاطر باش يتعداءوا للمكينة خاطر الرئيس سوا الفساد هما أكثرية المرشانة قسموه هما الفلوس كل قسموهما بمينته من دميل ديس ولا دميل أونز وح انت شوف حتى البالح في الكتاب اللي عملوا الحبيب السيد مسايبين 1200 واحد من الطرفين ودواعش وكل بس سايبوهما ولمشاول سوريا ولمشاول العراق بالنسبة لذوم انت تفرجت البالح كيفاش معاها بالسلاح هزين معاهم السلاحة أبيض معناها هزين ماس ومخلين فلوس عفهمت مخلين فلوس هذو معلاش خايفين لدور عليهم مش كايب هجمعتنا خارفين خاطر عارفين واحد ما همش ما هم تنلاف عليك احنا عنا الشرعية وجيبنا الصندوق ولازمنا نحكم وذيك بلاستنا ليه ليه حكاية فارغة حكاية فارغة يزمهم يبعدوا علينا يبعدوا يبعدوا تعرف أختي لازمهم ملمدوهم مقال هوا متين وقدي سواشوا متين وسبعتاش الحزب والله ورسختي سبعتاش النائب يحطوهم في بابور كبير ووزوهم العماق البحار فهمت وتيشوهم غادي برا ويبعدوا علينا وكهو خلي البلاد وحدها وكهو خلينا يتون نعيش وحدنا وتوسي لتوسي له رحمة والله نسخفوا على بعضنا ولله 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 نسخفوا على بعضنا أما هالحزاب هذوم ما يستخفوش ما يستخفوش وين الفلوس اللي جيتنا وين يكلي يودي شي غريب الفلوس اللي جيت قل لك ما سرقناش وما نشفو السيد وما عمنا شي نعمش ما سرقوش طوبة بل لكي نبيل قروي يرقوا فيه دار وفيه 143 مليار من يجيبهم هذوك فين حتى وكي ما عنده حد شي على شهير من الزي على شماش على شماش كي ما عندك سيار شماش على شهير اللي جيوا بالصندوق قدوك وقتها مرفمها حتى حزب هما الجوا خلالهم وقتها خلالهم الجوا مرفمها حتى حزب باش يزحمهم خرجوا كي مضمضوا مزين يمشي على روحه وقتها خرجوا وواحد كله انتي برا شوف البارح اش عاملوا بارح شدوهم بالفلوس وبالأماس ومعهم أماس وحد يا حابو فهمتي عارفين الواحم خدر باش يتعاود الدور عليهم قرايا القدم وقف السياد والفلوس اللي قسموها وهربوها لبرة نفس الأحزاب هذو ما قالوا لك احنا تاو بعد 25 جويل يا كلمهم روه هذا مش كلم يعايشين في الدكتاتورية ومفهمة الشرعية ومفهمة ايش مؤسسات شرعية شنو هرايك وين شوفها الدكتاتورية الرئيس قاعد يخذب وهم قاعدين يحطوله في العصاء قاعدين يحطوله في العصاء السكة الصحيح وذي بنصب البرلمان لا سبيل عليها لأنا بيش يرجع على برلمان لواحد هذو مجمعها باندية وشمعها تشوفها كل يوم كانت شطلي يطلي والعرك والمشاكل وكل شي هذي حاب يرجع قاعدين يضربوا شهرية ويضربوا وكراهب وشكيريتية وكل وكل قاعد تشوف في الدكتاتورية في بلادنا تاو؟ ماش مستحيل وين لاي دكتاتورية وانا نتكلم وانا كذا واحد عندك باش تتكلم ابتكلمت وبديت رايق وبديت كذا هذو مجمعها مولين بالفلوس لا ماش دكتاتورية عمره ولكن دكتاتورية لا أنا أنا نمشي في الشارع حر طاليق لمن في داري عايش في كيم قولها لمن ضغط عليها ولا من عايش في حرية تامة لا دكتاتورية هنا دكتاتورية يحقوا على دكتاتورية مش دكتاتورية دكتاتورية وخليك معناها تعيش في حالة استفزاز وتعيش على الشعورية معناها وتعيش في حالات معناها في انعزال تام بالنسبة لنحنا لا يا سيدي ما ثماش هذية دكتاتورية ما عندها حتى سيغة ما لا عايش يقولوا كيف يقولوا هكاكا خطر لغاياتهم هم منطقين انت تأي واحد تسأل ويقولك أخويا أنا ما قايصاي شباب وشياب وصغار وكبار نس كل فهمت وهو لهم لهو مركة رشوة لهو مركة جاي طامع بش يلمفلوس لهو مركة انسان جاي بش يصلح بش يخدم البلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة